معركة قضائية استمرت تسع سنوات حسمت لصالح العراق وتم بموجب الحكم الصادر عن محكمة باريس الدولية حضر التركيا من تصدير نفط إقليم كردستان العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية وزارة النفط العراقية أكدت في بيان لها أن القرار مكن الحكومة الاتحادية من كل العمليات الخاصة بالنفط العراقي عبر ميناء جيهان خاصة تلك المتعلقة بالإنتاج والتخزين والتصدير وأن قرار التحكيم تعامل بجدية مع ما اعتبرته المحكمة خروقات تركية في ملف تصدير النفط العراقي تركيا التزمت بهذا القرار حال الصدور هذا القرار أصدرت تركيا قرار بإيقاف تصدير نفط الإقليم وخاطبت وزارة النفط باعتماد آليات التصدير وفق قرار المحكمة الدولية حكومة إقليم كردستان العراق قالت في بيان لها أن التفاهمات الأخيرة بين بغداد وأربيل والتقارب الحاصلة بين حكومتي المركز والإقليم بموجب الاتفاق الشامل بين الطرفين سيؤديان إلى تخفيف تابعات قرار محكمة التحكيم الدولية على إقليم كردستان العراق كان بيان وزارة الثروات الطبيعية في الأقليم أن العلاقات مع بغداد متينة والتفاهمات والتفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة ولا يمكن أن يؤثر عليها هذا القرار لمحكمة التجارية في باريس كما كان هناك اتصال هاتفي بين رئيس وزراء الأقليم الأستاذ مصرور بارزاني مع رئيس وزراء الاتحادي الأستاذ محمد شياع السوداني وسيزور وفد رفيع المستوى من الأقليم لبغداد لتباحث حول استيناف الأمور المعلقة في الملف النفطي مراقبون أكدوا أن قرار التحكيم قطعت طريق أمام أقليم كردستان العراق للمضي قدما بعمليات تصدير نفطه خارج المنظومة الاتحادية ما قد يفتح الباب مستقبلا أمام عمليات تقاضي جديدة تفتي بعدم شرعية عقود الاستخراج التي وقعها الإقليم مع الشركات العالمية دون موافقة الحكومة الاتحادية التحكيم دوليا لصالح العراق في قضية تصدير نفط إقليم كردستان العراق لم يترك أثرا كبيرا على اقتصاد الأخير خاصة بعد الاتفاق مع المركز إلا أن ذلك يلزم الإقليم بعدم قطع وارداته عن بغداد بهدف تحجيم الأزمة الاقتصادية في الإقليم يوسف الحسيني الحرة أربيل اشتركوا في القناة